نبدأ بخبر اذ هزت حادثة اقدام مواطن على قتل بناتها الثلاثة بسلاح أبيض في مكة المكرمة هزت حي الروضة وكانت أم الأطفال الثلاثة حاولت الحلولة بين أطفالها وأبيهم لكنها لم تفلح وكانت الزوجة وهي من جنسية أفريقية قد نقلت إلى المستشفى يثر انهيار عصب حاد فيما نقلت جثامين الأطفال الثلاثة إلى مستشفى الملك فيصل مكة والمعروف بالششة حاولنا طبعا منذ معرفة الخبر التواصل مع شرطة مكة المكرمة للتعليق الحادثة والمعلومات أكثر لكن بعد كل هذه المحاولات بالفشل طبعا الحادثة هذه شنيعة شنيعة جدا وهذه حادثة هزت الرأي العام ولا نعرف الكواليس ولا ولا وفي نفس الوقت ليست قضية يعني أمنية ممكن يكون فيها تحفظ على شيء أمن دولة لذلك أنا أتفاجأ وأتساءل اليوم ما هي مبرات الشرطة أن لا تعلم الشعب بما حدث هل هذا الأب مختل؟ هل هذا الأب كان مخمور؟ هل هذا الأب مريض نفسيا؟ هل في أسباب جنائية أخرى لا نعلمها؟ هل هناك ردة فعل؟ أنا لا أجد أي مبرر في أنه ما يكون في معلوماتي يعني نجيب معلوماتنا شوي من مستشفى نجيب معنا نكلم الشرطة لا يتجاوبون بعدين لا بد أن يأخذوا الموافقة الأمن العام نكلم الأمن العام يردون أول مكالمة ثم يختفون بعد ذلك هذه قضية قتل واحد ذبح بناته الشعب لازم يعرف ليش؟ إيش فيه؟ إيش فورا الموضوع؟ هذا كله قلت أنا سبعين مرة أنه يجب أن يكون فيه تعاون واحترام متبادل بين صاحب المعلومة وبين الإعلام عموما أنا ما حاسبني لذلك البنات الله يرحمهم والله يصبر أمهم اشتركوا في القناة